صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فايروس كورونا المستجد ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر الارتفاع المنحن الوبائي في مناطق المملكة ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي ولأهمية إتمام دورتين وبائيتين كاملتين من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التالية مدة عشرين يوما إضافية بدءا من الساعة العاشرة من مساء اليوم ليكون الإجمالي ثلاثين يوما قابل للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي أولا أن لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن عشرين شخصا ثانيا إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية ثالثا إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها والصلاة والمراكز الرياضية رابعا تعليق تقديم الخدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية ونوه المصدر إلى أهمية التزام الجميع بذلك بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في البيان السابق الخاصة بالمناسبات والاجتماعات والتجمعات والحفلات والجنائز وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة اشتركوا في القناة